اهلا بكم الى موجز الاخبار ادى علي بن راشد الحارثي اليمين الدستورية امام فخامة رئيس الجمهورية عبد الرب منصور هادي بمناسبة تعيينه محافظا لمحافظة شبوة وعقب اداء اليمين وجه فخامة الرئيس المحافظ بالتعاون والعمل المشترك مع وزارة النفط لاستئناف عودة الشركات النفطية وتأمين نشاطها وقال فخامته ان المناصب تكليف وليس تشريف خاصة في هذه الظروف الصعبة والتي تعيشها اليمن ومن منطلق البهام التي تقع على عاتق الجميع تتطلب جهودا ميدانية مضاعفة مع كل الخيرين والقوى الحية للانتصار لإرادة الإنسان اليمني في العدالة والمساواة والعيش الكريم في ظل اليمن الاتحادي الجديد تسلم فخامة الرئيس عبدرب منصور هادي رئيس الجمهورية اليوم أوراق اعتماد كل من سفير استراليا غير المقيم لدى اليمن رالف بيتر كينج وسفير المكسيك غير المقيم الفريدو ميراندا وسفير تشيك غير المقيم جيني صالفيك وعقب تسلم أوراق الاعتماد التقى فخامة الرئيس بالسفراء كلا على حدة مرحبا بهم وموجها بتسهيل مهامهم الدبلماسية لدى اليمن مستعرضا العلاقات المميزة التي تربط اليمن بكل من استراليا والمكسيك والشيك والمبنية على الاحترام والتنسيق والتعاون المشترك بما من شأنه خدمة مصالحنا المشتركة ووضع فخامة الرئيس السفراء أمام مجمل التطورات التي تشهدها اليمن وتداعيات الحرب الانقلابية للحوثي وصالح وآثارها على الشعب اليمني على مختلف المستويات واستعداء واستهداف دول الجوار من قبل تلك العصابات المارقة التي تؤدي أدوارا مشبوهة استقبل نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح السفير البريطاني لدى اليمن سايمون شيركلوف ولفت المرافق له جرى خلال اللقام مناقشة المستقدات والعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات ومنها مكافحة الإرهاب والغضايا ذات الاهتمام المشترك واستعرض نائب الرئيس جرائم الميليشيا الانقلابية وما ترتكبه من انتهاكات بحق المدنيين وما تتسبب به من معاناة لليمنيين بشكل شبه يومي وبطريقة تتفق مع ما تمارسه بقية الجماعات الإرهابية من جرائم مرفوضة وجدد التأكيد على أن الشرعية متمسكة بالمرجعيات الثلاث وخيار السلام القائم على انهاء الانقلاب ومحاربة الإرهابي والبدء بعد ذلك في عادة الإعمار بدعم الأشقاء والأصدقاء وتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وجه رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر باعتماد 250 مليون ريال شهريا لشراء الوقود لمحطات توليد الكهرباء بمحافظة المهرة وإمداد المحافظة بالسيولة النغدية الكافية جاء ذلك خلال استقباله بالعاصمة الموقتة عدن وكيل أول محافظة المهرة مختار بن عويد ورئيس الغرفة التجارية خودم محمد ومدير مؤسسة ركن الصناعة لتنظيم المؤتمرات عبدالله الهمامي واستمع رئيس الوزراء من وكيل المحافظة إلى تقرير حول الإجازات التي تحققت وخاصة في قطاعات الكهرباء والصحة والمياه والطرقات والأمن وغيرها من المشاريع التي وجهت الحكومة بتمفيذها في محافظة المهرة أحرزت قوات الجيش الوطني تقدما ميدانيا بمديرية صبر المواد بعد معارك ضارية مع مليشي الحوذي والمخلوع صالح الانقلابية خلفت سقوط عشرات القتلى والقرحة في صفوف المتمردين الحوذيين ونقلت مصادر الميدانية أن قوات الجيش الوطني سيطرت على تلال الصالحين والمشهوت وتلت حبور بالكامل وعدد من المواقع الأخرى لقي ثلاثة من عناصر مليشي الحوذي الانقلابية مصرعهم وجرح العشرات منهم في محور البقع بمحافظة صعدة وقال مصدر في قيادة محور صعدة أن قوات الجيش قتلت ثلاثة مسلحين من المليشي الانقلابية في محور البقع أثناء تصدي قوات الجيش الوطني لمحاولة هجوم نفذتها المليشي حيث تمكن الجيش الوطني من إحباط محاولة تقدم عناصر المليشي على شمال سوق البقع ملحقين بهم خسائر بشرية ومادية قتل ستة من مليشي الحوذي وصالح الانقلابية وجرح العشرات في عملية عسكرية لأبطال الجيش الوطني في ميدي بمحافظة حجة وذكر المركز الإعلامي التابع للمنطقة العسكرية الخامسة أن أبطال الجيش الوطني نفذوا هجوما مباقتا على مواقع الانقلابيين أسفر عن مقتل ستة منهم وجرح العشرات واستعادت عدد من الأسلحة التي كانت بحوزتهم انتهى الموجز إلى اللقاء اشتركوا في القناة